بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنانين تحدث الفنان أحمد سعد عن موقفه من الصلح مع زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب بعد القضايا المتبادلة بينهم وعن تفكيره في الزواج مرة أخرى ونفى أحمد سعد أن يكون تصالح مع زوجته السابقة سمية الخشاب بعد أن دخل المحاكم في قضايا متبادلة بينهم مشيرا إلى أنه ما تردد بأنهم توصلوا في شهر رمضان غير صحيح فهو لم يراها من قبل طلقه من جهة أخرى أكد أحمد سعد أنه أصبح في راحة نفسية كبيرة رغم كل الأزمات التي مر بها في الماضي إلى أنه تعلم من الصعاب وأصبحت علاقته بالله أفضل وكشف أحمد سعد عن نيته الزواج مجددا فهو يعيش قصة حب مع امرأة مختلفة تماما عن من عرفهم في السابق ولكنه لن يفصح عن أي تفاصيل عنها قائلا اتعلمنا ما نقولش بقى ده أنا هحطها في علبة وقفلها عليها أو هروح بيها كبال القلب وقفل عليها علشان محدش يشوفها هي اختيار مختلف تماما تماما عن اللي فات الموضوع ده خط أحمر ومش هقول تفاصيل أكتر من كده عنه ويذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب دخلوا في مشاكل قضائية بعد أن حصل على حكم قضائي بحبسها ثلاث سنوات بسبب إصدارها شيك بنكي بدون رصيد فما كان منها إلا أنها رفعت دعوة ضده لمطالبته بحقوقها المادية والشرعية ترجمة نانسي قنقر